مؤتمر صحفي هام عن النتائج الصادمة للزيارة التوثيقية الهامة للجرح الفلسطينيين في المستشفيات المصرية التي قامت بها البعثة المشتركة لتوثيق جرائم الحرب في غزة بتسهيلات مقدرة من السلطات المصرية والتعاون البناء للمؤسسات الصحية الرسمية ومنها جمعية الهلال الأحمر المصري معظم الحالات التي التقينا بغالبها هناك إما باتر طرف أو أكثر من طرف غالبية من التقيناهم أكثر من 75% هم من الأطفال هناك إصابات على الجلد على الجلد تهتك الأنسجة الداخلية للجلد وهذا غير مصوك حتى بسؤال الأطباء يعني ما 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 يعني ربما تتهتك الأنسجة للطبقات الخارجية لكن نحن تحدثون عن تهتك خطير وتهتك للأنسجة الداخلية وتهتك للأجهزة الداخلية يعني كل ذلك يؤكد على أننا أمام مشهد بالغ الخطورة يستوجب تحرك العالم هذه الجرام تستجب ملاحقة من اقترفها ومن أرى باقترفها الشعب الفلسطيني هو ضحية ونقول بأن الأسواق قادم إذا ما استمر العالم يتعامل مع الفلسطينيين على هذا النحو تم جمع المعلومات وتوثيق شهادات الجرحى القادمين من القطاع وتفقد أحوال المرضى والوقوف على آلية إدخال المساعدات وإعداد ملفات الملاحقة الجنائية لمرتكبي الجرائم والانتهاكات الجسيمة من الاحتلال الإسرائيلي لم يعود أنك مجال الحديث عن شيء آخر بخلاف الإبادة الجماعية ما يحدث هو إبادة الجماعية والتهجير القصري اللي حصل داخل الإقليم هو جريمة حربة هو جزء من إبادة الجماعية والسعي للتهجير القصري خلال الإقليم هو جزء أيضا من عمية الإبادة الجماعية لأن نقل السكان قصرا هو جزء من جريمة الإبادة الجماعية إفقدهم وسائل الحياة وممكنات الحياة ومقابلات الحياة هو جزء من إبادة الجماعية لذلك إحنا كان عندنا هذه الجرأة لأننا نكون أول ناس تقريباً عن مستوى العالم نتحدث عن وقوع هذه الجريمة في قطاع غز الجهد اللي احنا عملنا بيأيد وقوع هذه الانتهاكات الجسيمة بما فيها ارتكاب جريمة للبادة الجمعية اللي النهاردة أصبح المسألة الحديثة عنها أصبح أقصى السهولة لأن محكمة العادة الدولية قررت أن هذا الاتهام يستحق الفحص والمحاكمة والمسائلة وبالتالي ستنتهي إن شاء الله إلى هذا المجال استنتاجات هامة للبعثة المشتركة لتوثيق جرائم الحرب أشارت إلى أن نوعية الإصابات تعكس استخدام أسلحة وذخائر محظورة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة على قطاع غزة وأن الذخائر ينتج عنها بالأغلبية بطر الأطراف وأن أغلب الضحايا كان من الممكن أن يتم احتواء أثر الإصابة لديهم لو بقيت المستشفيات والمرافق الصحية بمنأة عن الاستهداف والتدمير من قبل آلية حرب الإبادة الإسرائيلية إنس الطويل تلفزيون فلسطين القاهرة